موسيقى أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة الجديدة ببرنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي حديثنا لهذا اليوم في هذه الحلقة عن حال المدارس في العراق الحقيقة أن صور أبنائنا التلاميذ وهم يؤدون الامتحانات ما يسمى امتحانات نصف السنة والفصل الأول صورهم في المدارس وصور الوضعية البائسة الرثة التي ظهروا عليها وهم يفترشون الأرض لكي يؤدوا هذه الامتحانات في قاعات تفتقر إلى كل ما يمكن أن يقال عنه مكان تربوي ومكان الدراسة ومكان الامتحان ظهرت الكثير يعني الكثير من التعليقات وسمعنا الكثير منها والكثير من التقارير أنه حتى في كثير من المحافظات استأجروا بعض الكراسي والمناظذ يعني من القطاع الخاص من وكلاء معينين لكي يأتوا بها للمدارس ويجلسوا عليها الطلاب وكنا نرى صور للطلاب يجلسون على الأرض لكي يؤد الامتحان في وضع من أسوأ الأوضاع الآن ووضع الكوروني ووضع انتشار هذا الوضاع والخوف والأعداد المتزايدة من المصابين والموتى هذه المشكلة الكبيرة هذا يستدعي الحديث مرة أخرى ومرات ومرات عن التعليف في العراق التعليم مثل ما تعرفون أعزائي المشاهدين الحديث عن التعليم يعني الحديث عن الحاضر المشرق والمستقبل المضمون في كل دول الدنيا التعليم هو أساس الحاضر المشرق والمستقبل المضمون التعليم هو المصنع الحقيقي هكذا هي الحقيقة المصنع الحقيقي للقوة التي ترفض الوطن بكل ما يرفع شأنه يسنده يسند أسسه يدفع به إلى الازدهار والتقدم والنمو هذا حال التعليم لكن عندنا بالعراق واقع مزري مستقبل مضوم حقيقة غريبة عجيبة من ينظر إلى واقع المدارس في العراق يكتشف أنه لا إمكانية لأن ينهض العراق مرة أخرى في ظل هذه الحكومات التي لا تجد في التعليم وسيلة للتطور والازدهار لا تراعي التعليم ولا المعلم ولا المدرسة هذه العوامل الأساسية التي تشكل التعليم المدرسة والمعلم والتلميذ والمنهج كلها مفردات غريبة الآن كلها غير محترمة لا تولى الاهتمام من الدولة تخصيصات سخيفة لا تساوي شيئا من التخصيصات للميليشيات والسرقة والنهب والمدارس إذا ما رأيت صورها قد يبادر إلى ذهنك أنها صور لمدارس في بداية القرن العشرين يعني عندما بدأ التعليم في العراق في العراق الحديث وكذلك المدارس ربما أفضل بكثير من الصور تدل على أن المدارس في ذلك الوقت أكثر يعني كل المدارس اللي موجودة الآن يعني هذه المدارس الجيدة مجرد غرفة بحيطان وبداخلها سبورة بائسة ومقاعد رثة محطمة ملسقة بطريقة غريبة عدد الطلاب في بعض الصفوف يتجاوز مئة وعشرين طالب في أقل الصفوف خمسين وستين طالب لذلك ذهب العراق إلى تأسيس المدارس الخاصة إلى المدارس الخاصة أن تملك العراق والناس تدفع يعني آلاف الدولارات لأبناءها اللي كيتعلموا في مدارس خاصة والتعليم فيها لا يعني لا يختلف عن التعليم في المدارس الحكومية نفس السوء نفس المصيبة الكبيرة لذلك التعليم في العراق خارج كل قوائم التقييمات في العالم كله من الجامعات إلى المدارس وما عدا أحد يعترف بالشهادة العراقية يعني سحقوا التعليم بهذا الشكل 18 سنة هذه الموازنات المليارية هذه أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سرقت ونهبت في مشاريع وهمية وفي خراب ودمار والعراق بلا تعليم الأمية في زادة الآن نحو عشر ملايين أمي في العراق تصرب من المدارس كل خمسة يدخلون إلى المدرسة الابتدائية ثلاثة من أحدهم يصربون واثنين يقومون إلى المتوسطة والعدد يزداد بالمتوسطة والثانوية والجامعات كأثة كبيرة المدارس بعض الأبنية المدرسية فيها دوام ثنائي وثلاثي ورباعي يعني المدرسة نفسها يدام بها الصبح والضحى والظهر والعصر ربما بالليل ربما خماسي ووضعية رثة ووضعية سيئة بعضها كارفانات وبعضها وهذه مدارس كثيرة في البصرة وظهر صورها هذه البصرة أم الخير أم النفط بهذا الشكل هذه بغداد هذه المحافظات الجنوبية يتحدثون عن النفط وازدهار وديمقراطية وحرية أي دمقراطية أي حرية أنتم أنتم قمة في الاستبداد والخراب والفساد والدمار وأوصلتم العراق إلى قعر الهاوية الآن العراق يحتاج في هذا الوضع يحتاج إلى أكثر من 15 ألف مدرسة أين كنتم أنتم 18 سنة لم تبنوا مدرسة واحدة مقاولات لهياك المدارس كذبة كبيرة تآكلت وانتهت الآن لا تساوي شيئا الآن وعقودها بالملايين الدولارات ذهبت إلى جيوب الفاسدين والخراب وعقود لجهات إيرانية شركات إيرانية كذبة كبيرة ومدارس الآن من الطين ومدارس كرابانات ومدارس من كارثة كبيرة الطلاب يجلسون على الأرض يدرسون الطرق الموصلة لهذه المدارس وحلة والشتاء والصيف وكارثة كبيرة يعني أعداد التلاميذ بالصف الواحد يفوق كل معقول لا يمكن إصلاح لا يمكن إصلاح هذا الوضع بهذه الطريقة لا يمكن قبول أن هناك تعليم في العراق وهو يجري بهذه الطريقة وإضافة إلى هذا العدد المقتض هناك وضاء قاتل والآن ينال من الأطفال وينال منهم يعني يعني مشكلة كبيرة الأبنية تغالكة حتى الأبنية المدرسية القديمة التي تغالكت الأبنية المدرسية كلها وأغلب المدارس مجرد غرب بأربع حيطان وصبوا ربائش مثل ما قلنا المعلمين ينالون نصيبهم من الإهانات من التعنيف من عشائر من أهالي من كذا ومصيبة كبيرة طريقة التعليم طريقة بدائية طريقة المناهج مشوهة فكر التلميذ مشوهة مع الأسف الشديد العراق هذا الذي قضى على الأمية في سبعينات القرن الماضي وعطته اليونسكو شهادة بالقضاء على الأمية هذا الذي كان يضرب المثل في مدارسه وفي جامعاته الآن هو من أسس أول جامعة مستنصرية في العالم هو من أسس أول مدارس نظامية وغيرها وغيرها في العصر الحديث هذا الآن يشكو من التعليم يشكو من سقوط التعليم بهذه الطريقة وهذا جزء من سقوط كل النظام من هذا الخراب الذي عمّه بالعراق وهذه الفوضى لذلك الحديث عن ديمقراطية وحرية وانتخابات وتغيي وإصلاح كذبة كبيرة لا أحد يصدقها وأهل العراق ستأتي الساعة التي تتجمع مواجهم ويسحقون كل هذا ويدفعونه إلى المزابل ليعيدوا وجه العراق الحقيقي ويستطيعوا أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه ينقذوا التعليم ينقذوا الصحة ينقذوا البناء ينقذوا الخدمات وينقذوا حياتهم وأحلام أطفالهم وأحلام شبابهم من الضياع وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة